لم تكن الطريق سهله وهو يقود اتلافا هشا ومضيفه منشغل بأزمات تعصف ببيتها لكنه وصل فكان اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت خاصة وأنه جاء بعد توتر غير معلن في عهد نتنياهو وأول أيام بايدن كرئيس وإن لم يغير ذلك من الدعم الأمريكي دعم أمن إسرائيل من قبل الولايات المتحدة ثابت لا يتزعزع وأنا أدعم بشكل تام نظام القبة الحديدية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية بالقدر الذي يجب أن تكون عليه ملفات كثيرة جمعت الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وإن كانت رؤى الإدارتين مختلفة خاصة فيما يتعلق بإيران لكن بايدن وبنت تفقا على أن هناك خيارات أخرى يمكن اعتمادها في حال فشل الدبلوماسية فشل يرهن عليه بنت الذي لم يأتي إلى واشنطن خوية الوفاد لقد طورنا استراتيجية بهدفين الأول إيقاف التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة والثاني ضمان عدم حصولها بأي شكل من الأشكال على السلاح النووي ورغم أن ملف السلامي كان حاضرا في اجتماع بايدن وبنت فإن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أكدت أن أولويتها الحالية هي منع التصعيد وتحسين ظروف الفلسطينيين أما العودة إلى طاولة المفاوضات فقد تكون صعبة في الفترة الحالية خاصة وأن إدارة بايدن تدعم حل الدولتين الذي يرفضه بنت علاقات خالية من الصدمات هذا ما يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي في لقائه الأول مع الرئيس الأمريكي وهذا ما بدأ واضحا في تصريحاتهما يبقى أن تظهر الأيام المقبلة مدى إمكانية استمرار ذلك وبايدن وبنت يقفان على طرفين قيد في أهم القضايا أمينة سريريسكاينيوز عربية واشنطن شكرا لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب